سيارة قدس رايز لبنانية الصنع ليست سوى فقاعة بلون وهي ليست تسلا كما اعتقد البعض وجهاد محمد صاحب الشركة المنتجة ليس ألون ماسك تابعوا الفيديو لندلكم عن ماذا نتحدث لابد أن شعورا بالفخر قد انتابكم عندما سمعتم بسيارة قدس رايز فلبنان قد دخل عالم صناعة السيارة بسيارة ذات مقدمة ذهبية تشبه قبة مسجد الصخرة في فلسطين دعوكم الآن من فكرة أن بلدا بلا كهرباء أول ما اخترع اخترع سيارة تمشي على الكهرباء إنها سخرية القدر لكن هذا ليس هو المهم الآن فما سنعرضه عليكم سيغير نظرتكم عن هذه السيارة الخارقة للتكنولوجيا صانع السيارة المزعوم هو رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في لبنان جهاد محمد لم يفصح لا هو ولا الموقع الذي أنشأه ولو بمعلومة علمية واحدة عن السيارة جل ما شاهدناه فيديوهات ترويجية لتسلا لبنان تقتصر على الغناء لها والتفرج على صاحبها وهو يقودها وهو ينزل منها وهو يتصور معها ما روج له جهاد محمد جعل علماء العالم وصانعي سيارات في حيرة من أمرهم اسمعوا كيف السيارة لديها قدرة شحن ذتي لأنه بين طلاء السيارة وهيكلها جرعت خلايا تحول الضوء إلى طاقة كهربائية وهذا ما عجزت عنه شركات العالم الكبرى أما مقدمة السيارة فحديث آخر تجمع الرياح وتحولها إلى طاقة متجددة وهذا أمر خرافي حتى الآن ويزعم أن السيارة تستطيع أن تسير مسافة 800 كم من دون الحاجة إلى شحن مسافة مستحيلة حتى الآن في العالم الوقعي طبعا كل هذا والسيارة ستكلفكم 30 ألف دولار لكن يحق لنا أن نسأل كمشاهدين من أين تشحن هذه السيارة وكيف لماذا لم نرى ما هو تحت الغطاء الأمامي والخلفي ما هو نوع البطارية المستخدمة ووفق أي تقنية يعمل محرك السيارة من صمم السيارة هذه ومن هم مهندسوها الكهربائيون والميكانيكيون ما هي براءات الاختراع التي حصلت عليها أين خط الإنتاج وأين المصنع وهل هي مسجلة لدى الدولة من الآخر سيارة القدس ليست جديدة وسنريكم كيف جهاد محمد يسوق لها من العام الفائت ولسوء الحظ نشر هذه الصورة ذات مرة لخلفية السيارة لكنه نسي أن يزيل مصدرها لاحظوا جيدا ما كتب بعد البحث يتبين لنا أن الموقع يعود فعلا إلى شركة سيارات تعمل في فرنسا وللمفارقة فهي تمتلك سيارة توأم لسيارة قدس وبالتدقيق أكثر يتبين أن السيارات هذه هي سيارات فيول ولا علاقة لها بالكهرباء باختصار أم بي أم هي شركة يملكها فرنسي من أصول روسية اسمه إيغور برامونوف وهو ابن صاحب مصنع تصنيع سيارات روسية رخيصة أطلق مصنعا في العام 2013 وأعلن إفلاسه في العام اللاحق ويبدو أنه ملاحق ماليا في أكثر من دولة بالعالم وعلى خطى والده وبعد نحو ست سنوات من افتتاح مصنعه الفرنسي أعلن إيغور إفلاس شركته في أذار من العام الحالي وتسييل كل ممتلكات الشركة بما فيها نماذج السيارات الكهربائية إذا كانت كهربائية فعلا هل اشترى جهاد محمد نماذج السيارات الكهربائية هذه؟ وهل قرر أن يبيع الناس سمكا في الماء؟ وماذا ذهب وزير الصناعة عماد حب الله ليفعل في المصنع الخاوي؟ ألم يخطر في باله سؤال جهاد عن المحرك؟ أم عن هيكل السيارة مثلا؟ ألم يثري الأمر تساؤلا لدى الوزير حب الله؟ ألم يكن لديه أي تحفظ؟ وهنا نسأل هل ستتحرك مديرية حماية المستهلك للتأكد من صلاحية هذا المنتج الذي تبناه وزير الصناعة؟ وهل بهذه الخفة تقدم سيارة كهربائية على أنها صناعة محلية في بلد لم يصنع بعد دراجة هوائية؟